موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كوشك الصحافة وكالمعتاد نذهب إلى جولة في الصحافة اليمنية والصحافة العربية الصادرة هذا اليوم لنستعرض أهم التطورات والأحداث ونبدأ من الصحافة الإلكترونية اليمنية ومن موقع التغيير نت سقوط قتل وجرح في كمين للمقاومة سهدف تعزيزات للميليشيا في إب ومن العناوين أيضا الملك سلمان ندعو لحل في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية ولقرار مجلس الأمر رقم 2216 أما بالتحول إلى محافظة عمران مليشيا الحوثي تفرج عن 33 طالبا ومعلما بعد محاصرة القبائل لسجن مدينة خمر ونذهب إلى تفاصيل وفاة ملاكم يمني في أمريكا إثر ضربة أصابته بالرأس وجاء في التفاصيل توفي بطل الملاكمة الدولية اليمني الأصل ذو الجنسية الأمريكية علي الجهمي بمستشفى سانت إليزابيث أمس الأربعاء متأثرا بإصابة مباشرة في الرأس تلقاها أثناء مشاركته في بطولة الملاكمة بولاية كينيريكت الأمريكية وأضاف الموقع وبحسب الأطباء فإن سبب الوفاة كانت جرى تلقي الجهمي 19 عاما لإصابة مباشرة في رأسه سببت له نزيفا داخليا وتابع الموقع يذكر أن علي الجهمي توجى ببطولة الرينك سيد الدولية الذي تشارك فيه دول أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا في آب أغسطس 2012 بولاية كينسيس سيتي الأمريكية بتحول المشاهدين إلى موقع الموقع ونطالع أهم العنوين الواردة على الموقع الملك سلمان عاصفة الحزم جاءت لإنقاذ اليمن من فئة انقلبت على شرعيته وعبثت بأمنه واستقراره ونقل الموقع عن الرئيس هادي خلال لقائه بالقيادات التنفيذية العسكرية بعدا وقال متمسكون بقرارات الشرعية الدولية والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومن العنوين أيضا التي تصدرت الموقع خبراء عسكريون ضباط المخلوع وراء إطلاق الصواريخ الباليسية على المملكة العربية السعودية كما ركز الموقع على تفاصيل تصريحات وزير الإعلام محمد عبد المجيد قباطي وجاء في تفاصيل الخبر قال وزير الإعلام محمد عبد المجيد قباطي أن الصحفيين اليمنيين يمرون حاليا بوضع في غاية السوء مشيرا إلى أن ما يحدث هو سابقة تاريخية لم تشهدها البلاد إطلاقا حتى في أسوأ أيام حكم المخلوع صالح لافتا إلى أن الصحفيين لم يشهدوا مثل هذا التعنت والتضييق وأفاد قباطي في مقابلة تلفزيونية بوجود عشرات الصحفيين والمعتقلين لدى الإنقلابيين الذين وصل بهم الأمر إلى تفجير منازل الصحفيين المنتمين لوسائل إعلام إلكترونية نضير نشر المواد والتغطيات واخترنا لكم من موقع نيوز يمن عنوين وأخبار مختلفة منها ثورة طلابية تحرر تسع معلمين في إحدى مدارس جبل الشرق بضمار من قبضة الحوثيين أما إلى عدن مقتل تاجر وثلاثة من مرافقي برصاص مجهولين في منطقة الشيخ عطمان وفي تطورات الوضع الميداني في البيضاء الحوثيون يقصفون قرى ذي ناعم بالكتيوشة والمقاومة تسيطر على موقعين عسكريين ونذهب إلى متابعة الأوضاع في مديرية حيفان بتعز وجاء في تفاصيل الخبر تصدى الجيش والمقاومة لهجوم شنتهم مليشيا الحوثي محاولة تمركز في مواقع جديدة في حيفان جنوب تاعز ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتابع الموقع في التفاصيل ودارت اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة ومليشيا الحوثي على إثر هجوم المليشيا على مواقع تمركز المقاومة في محاولة لتأمين خط الإمداد إلى سوق نجد قسيم بالمسراخ جنوب غرب تاعز آخر أيام الأنكندا تحت هذا العدوان كتب مراد هاشم مقالا في موقع المصدر أولاين ويقول الكاتب وحدتهم الحرب ولا تزال وقبلها وحدهم الإنقلاب وقبله مسار طويل من التأمور الظاهر والخفي بشهادة الأمم المتحدة لكن ستفرق بينهم التسوية السياسية أعضاء وفدي مليشيا الحوثي والمخلوع حضروا إلى بيل السوسرية بأجندات مختلفة متضاربة ومشوشة لتفاوضوا مع أجندة حكومية واحدة وواضحة مؤسسة على مرجعية دولية غادر وفد التمرد وهو لا يزال مشوشا وأكثر إرباكا وبوصلته لا تستقر على اتجاه الحد التنازلي بدأ للجولة القادمة وإلى ذلك الحين سيتفرق والد شيخ أحمد لدفع الطرفين لرسم مسار أكثر تفصيلا لمفاوضات المقبلة عبر صياغة إطار تفاوضي لتنفيذ متسلسل للقرار 2216 الحكومة من جانبها جاهزة من الآن بتصورات مكتوبة وبسيناريوهات للتعامل مع لجنتين وقف إطلاق النار وإدخال مساعدات الإنسانية تريد بذلك كسب ثقة أكبر لدى المجتمع الدولي وتحسين صورتها كحكومة لكل اليمنيين الإنقلابيون في المقابل لا يزالون يرسمون طرقا فرعية ويغردون خارج السرب غارقون في حسابات ضيقة لتفصيل واقع على مقاسهم أنصار المخلوع غارقون في هم ووهم انتشال زعيمهم من حفرة العقوبات ومن مستقبل مجهول الحوثيون يريدون وقفا لغارات التحالف العربي ثم القفزوا بحرق المراحل إلى تسوية سياسية تبدو مستحيلة بل وقفزوا إلى هوية أعمقة من تلك التي دفعوا البلاد مع حليفهم إليها في المحصلة مليشيا الحوثي ومليشيا المخلوع يتجهان في التسوية إلى مفترق طرق وسرعان ما سيفترقان ولأنهما مثل أفعى برأسين أحدهما سينتهي ومؤشرات كثيرة جرت في الكواليس وتجري على الأرض تشير أن أحدهما بدأ يبيع الآخر وإن بالتجزئة وبالذهاب إلى موقع مأرب برس نستعرض أهم ما جاء فيه من أخبار الحوثيون يحاولون منع فتح جبهات قتالية للمقاومة في المحويت والحديدة وتعزيزاتهم إلى نهم تواجه تحديين أما في ذمار احتقان بين القبائل والمليشيا والوضع يتصاعد ومرشح للانفجار أما في محافظة صنعاء مدير أمن محافظة صنعاء العقيد مراد أبو حاتم يدعو المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع الإنقلابيين وإجبار المليشيا على المغادرة من أحيائهم كما تناول الموقع ما تقوم به المليشيا من فرض إتاوات على طلاب المدارس لتمويل الحرب ونقرأ في التفاصيل نقلت مصادر صحفية عن مصادر مقربة من المليشيا أن ما تسمى باللجنة الثورية التابعة للانقلابيين وجهت مديرية المدارس لجمع التبرعات المالية من كل طلاب مدارس العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها المليشيا الانقلابية دون استثناء وبحسب تلك المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها أن توجيهات ما تسمى باللجنة الثورية شددت على أن يتم جمعة تبرعات من كل المدارس والمعاهد التعليمية الحكومية والخاصة تحت مسمى المجهود الحربي ننتقل إلى موقع المصدر أولاين ونطالع في صفحته الرئيسية أهم العنوين الرئيس هادي على سلطات المحافظات المحررة الاستفادة من عناصر المقاومة الشعبية وفي معارك تعز معارك عنيفة في محيط سوق نجد قسيم والحوثيون يحاولون التقدم في قرية الراما أما في العنوين التي وردت في الموقع أيضا نقطة تفتيش بالضالع تحتدي على الصحفيين المنصوري والشاجع وتنهب ممتلكاتهما وتناول الموقع تفاصيل خبر بيان مجلس الأمن الذي صدر عن اليمن وجاء في التفاصيل جدد مجلس الأمن الدولي مطالبة السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز دون عوائق وكذلك إلى كافة محافظات اليمن وتابع الموقع وشدد المجلس في بيان صدر أمس الأربعاء على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2216 والذي ينص على انسحاب مليشيا الحوثي وصالح من المحافظات وتسليم مؤسسات الدولة والإفراج عن المختطفين بالإضافة إلى عدة بنود أخرى مشاهدين الكرام من موقع الصحوة نت نختتم جولة الصحافة الإلكترونية اليمنية وجاء في الموقع ثورة طلابية بالمدارس في وجه عناصر مليشيا الحوثي في عدة محافظات ومن العنوين البارزة أيضا في الموقع بحاح يشيد بالمواقف الشجاعة لأبناء مأرب في التصدي لعدوان المليشيا ونقل الموقع عن محافظ صنعاء عبد القوي الشريف الترحيب الشعبي بالجيش والمقاومة سيجعل عملية تحرير صنعاء خاطفة وتناول الموقع تصريحات وزير الخارجية عبد الملك المخلافي بشأن الموقف الروسي تجاه اليمن وجاء في الخبر أشهد وزير الخارجية عبد الملك المخلافي بالدور الإيجابي الذي تلعبه موسكو في تسوية المسألة اليمنية وفي تصريح للمخلافي لقناة روسيا اليوم ثمن الدور الروسي لأسيما وأنها أيدت قرار بلدان مجلس التعاون الخليجي وتنادي بالحوار والتسوية السلمية في اليمن وقال الوزير المخلافي إن روسيا تتبنى موقفا موضوعيا إذ هي تؤيد السلطة الشرعية في بلادنا مشيرا إلى وجود الكثير من النقاط الخلافية حول سبل الحل اليمني والتي سيتم بحثها تحت رعاية الأمم المتحدة إذن مشاهدين نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستعراض ما ورد في الصحافة العربية الصادر هذا اليوم نعود الترحيب بكم مشاهدين الكرام ونوصل معكم برنامج كشك الصحافة لنطالع أهم ما جاء في الصحافة العربية الصادر هذا اليوم ونبدأ من صحيفة العربية الجديد والتي تواجدت في إحدى جبهات القتال وعلقت العربية الجديد في مريس خط الدفاع الأول عن الضالع وتقول الصحيفة لكل جبهة من جبهة اليمن التي تدور فيها مواجهة مسلحة حكايتها وإن اختلفت فيها الأطراف الداعمة للشرعية إلا أن العدو في كل الجبهات واحد وهو ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع صالح أو ما يطلق عليه أو يطلق عليه البعض تحالف الانقلاب في اليمن على الشرعية العربية الجديد زارت جبهة مريس الواقعة شمال الضالع وهي أحدى أبرز الجبهات المشتعلة في اليمن فمريس تعد الخط الأول للدفاع عن مدينة الضالع وحصنها المنيع وسقوطها يسقط ورقة مهمة من يد الشرعية هي ورقة محافظة الضالع بأكملها تعد مريس أو معركة مريس الحالية تعيد للأذهان أول عام لصالح في الحكم في العام 1979 عندما انطلقت ثورة ضده ثورة مسلحة في هذه المنطقة وكادت أن تقضي على حكمه واستعان حينها بميليشيات قامت بالممارسات نفسها كما اليوم قبل أن تتدخل دول عربية وتنقذ حكم الصالح لذلك فإن معركة اليوم أيضا دفعها هو ذلك التاريخ الذي يعيد تكرار نفسه وتضيف الصحيفة ويتمترس عدد كبير من أبناء هذه المنطقة من شباب المقاومة عند حدودها مع مديريتي دمت وجبن بعد أن تمكنت المقاومة من تحرير بعض القرى والجبال في مريس التي كانت الميليشية تحتلها وانطلقت المعركة إلى داخل مديريات دمت وبسبب تخوف الميليشية من مقاومة مريس حاولت الميليشية الاستعانة بحيالها المعروفة كما يقول مصدر قيادي في المقاومة وأرسلت بعض تابعيها من المتحوثين لإقناع أهالي هذه المنطقة بالسماح لعناصر الميليشيات بالمرور من هذه المنطقة باتجاه مدينة الضالع مركز المحافظة ومع أن الميليشيات أكدت بأنها لن تتوقف في مريس أو تستخدم أراضيها كمنطقة لإطلاق عملياتها العسكرية ضد مدينة الضالع إلا أن أهالي مريس رفضوا وأعلنوا المقاومة ضد الميليشيات التي إن حاولت الميليشيات كانت دفاعا كبيرا لأهالي المنطقة للخروج للمقاومة وبدأوا رصف الصفوف والدخول في حرب ضد الميليشية إلى صحيفة البيان والتي اهتمت بالعديد من المواضيع وأبرز التطورات القتالية في الميدان وعلقت الشرعية تحبط هجمات حوثية على ثلاث جبهات وقالت الصحيفة صدت قوات الشرعية اليمنية هجمات المتمردين على ثلاث جبهات في تعز حيث أحبطت محاولة تقدم في جبهة بيحان جنوب شرقي تعز إثره جميل يائس بهدف السيطرة على خطوط الإمداد وتركزت المواجهات في منطقة الأعبوس وذكر سكان أن المديرية شهدت نزوحا للسكان مع الشداد المعارك في المنطقة وفي ذات الموضوع كما صدت المقاومة هجوما آخر للميليشيا في جبهة المسراخ كان يهدف إلى تأمين خط إمداد للتمرد إلى نجد قسيم حيث توجد قوات الشرعية وذهبت الصحيفة للاهتمام بموضوع تقسيم الشرق الأوسط وفقا لرؤى أجنبية وعلقة البيان شبح ترسيم الحدود يطل في الشرق الأوسط وتوضح الصحيفة في التفاصيل كثرة التساؤلات في الأونة الأخيرة عما إذا العالم يواجه مفهوم إعادة ترسيم الحدود في منطقة الشرق الأوسط أو يشهد ميلاد ديول لم تكن على خارطة العالم من قبل وقد أشار خبيران أخيرا إلى أن هذا هو الحل القابل للتطبيق من أجل وضع حد للحروب الأهلية في كل من العراق وسوريا والقضاء على تنظيم داعش ويؤكد أن طول ليفين الرئيس السابق لقسم دراسات العلاقات الدولية والإرهاب في جامعة كيلينجر في لندن هذا الحل بالقول يجب إنشاء مناطق تتمتع بالاستقلالية الذاتية الكاملة في الأجزاء الشمالية من العراق وفي شرق سوريا إضافة إلى رسم حدود مشابهة لتمثيل المنطقة الكردية في العراق تتمتع بالسيطرة التامة في شؤونها الداخلية وتختتم البيان تقريرها المترجم إلى أن عنصري التسامح والتسوية غائبان اليوم في الساحة والنماذج المتوفرة في العالم الحالي لا تبعث على الإطمئنان كما هو حاصل مثلا في البوسنة والصرب وإذا كان هذا ما يبدو عليه النجاح فهو لن يجلب السعادة إلى قلوب كثيرين في سوريا والعراق مخالب الطائفية وأنيابها تحت هذا العنوان كتب كمال عبداللطيف مقاله في العربية الجديد عن ما تعانيه المنطقة من رغبات في تجزيد وتأجيج الصراعات الطائفية التي لا مخرج منها إلا إلى ما هو أسوأ ويقول الكاتب أصبح مؤكدا اليوم وربما أكثر من أي وقت مضى أن الإنفلات الطائفي وقد شمل اليوم بلدان عربية عديدة في المشرق والمغرب العربيين يفضي إلى تفتيت الدولة ويمارس في الآن نفسه عملية تقويض لمقومات المجتمع كما يضعنا أمام منعدام قدرة الدول القائمة على مجابهة تحديات التنمية وأسئلة الإصلاح السياسي الديمقراطي وقد ترتب عن ضربات القوية التي لحقت الدولة في أغلب المجتمعات العربية نتيجة الظروف التي تلحقت في العقود الأخيرة من القرن الماضي ما ضعفها شاشة جسمها المتمثل في أنماط تسلطيتها والمتمثل أيضا في عدم قدرتها على بناء شرعية مكافئة لتطلعات مجتمعها ونخبها ومن دون إغفال علاقة ذلك كله بطبيعة الصراع الدولي والإقليمي القائمين في المشرق العربي منذ نحو قرنين مرت خمس سنوات على الانفجارات والتحولات التي عرفها ويعرفها العالم العربي إلا أن الأوضاع العامة السائدة في بلدان كثيرة ما تزال تعمل وتتحرك بآليات لا يمكن فصلها عن طبيعة ما كان سائدا قبل حراك 2011 وتداعياته المتواصلة فهنا نلاحظ كيف يختلط الوضع السياسي في لبنان وتبرز تحليلات الفاعل السياسي والإعلامي المواكب لما حصل ويحصل استمرار تحصنهما بمواثيق ومفردات يعرفان أكثر من غيرهما إفلاسها ومحدودية النتائج المترتبة عنها ومع ذلك هناك من يشير إلى أن الأمر في النهاية من تدبير فاعل متآمر لكن من يتآمر على من إلى صحيفة الحياة اللندنية والتي علقت في إحدى صفحاتها الحوثي يعترف بالهزائم ويواصل الحرب وقالت الصحيفة إن الحوثي اعترف في شكل غير مباشر بالهزائم الأخيرة التي منيت به جماعتها أو جماعته في مأرب والجوف على يد القوات المشتركة للمقاومة والجيش الموالي للحكومة والمدعوم من قوات التحالف وأكد لأنصاره أن لا خيار أمامهم إلا استمرار المواجهة وفي موضوع آخر علقت الحياة ساد هدوء غريب أمس الحدود السعودية مع اليمن للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب وعثرت قوات التحالف والجيش الوطني على كميات كبيرة من الأسلحة المختلفة التي تركها مسلحو الحوثي وقوات صالح بعد فرارهم من مواقع القتال فيما عزت مصادر فرارهم إلى الرد السعودي العنيف عليهم بعد خرقهم الهدنة أما بتحول مشاهدين إلى صحيفة القدس والتي اهتمت أيضا بالكلمة التي ألقاها زعيم الميليشيا وعلقت ساخرة زعيم الحوثيين في اليمن يتهم النظام الأمريكي والسعودي بالعمل لحساب أمريكا كما علقت القدس في موضوع عربي آخر السيسي يهدد المصريين بالتشرد واللجوء إذا قرروا النزول في ذكرى يناير أثر عاصفة من التعليقات في وسائط التواصل بين مؤيد ومعارض وقالت الصحيفة في التفاصيل وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسائل تهديد إلى المصريين في حال الثورة عليه بالضياع والتشرد واللجوء وذلك في خطابها الذي ألقاه في احتفال وزارة الأوقاف بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وأضافت القدس وهدد السيسي المصريين بتحويلهم إلى لاجئين ومشردين فتساءل ما الثمن الذي يمكن أن ندفعه لما أتسبب أنا في ضياع تسعين مليون إنسان هنا وأحولهم أو جزءا كبير منهم لمشردين ولاجئين وواصل ترويعه للمصريين قائلا أقول هذا الكلام لأنكم محتاجين هنقف أمام ربنا تسعين مليون مصري الموجودين وتسعين مليون كلهم مش جزء منهم ويعيشون في أمان وسلام ولا أحد يتشرد ولا يبقى خائف أو قلقان يترى إيه العمل علشان التسعين مليون دول وأثار خطاب السيسي تباينا في الآراء بين مؤيد ومعارض له كما أثار موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر النشطاء أن حديث السيسي عن الثورة والتغيير وإرادة الشعب يعكس تخوفه من الموجة الثورية في الخامس والعشرين من يناير القادم ورفض المديع عمرو أديب تلميح الرئيس عبد الفتاح السيسي بإمكانية رحيله عن السلطة في حال طالب البعض بذلك لافتا إلى أن الديمقراطية تقتضي إلى أن يبقى أي رئيس مصري بمن فيهم السيسي لمدة أربع سنوات تتجه الأنظار هذه الأيام إلى بيت لحم ويتبار زعماء العالم من الفاتيكان إلى البيت الأبيض وما بينهما في الحديث يوم غد عن العدل والحب والمساوات وسيشير الزعماء إلى المدينة دون الالتفات إلى ما يدور في أزقتها وحولها هكذا بدأت صحيفة القدس العربي افتتاحيتها متحدثة عن مدينة المسيح الذي تعيش ظروفا قاسية في ذكرى الميلاد وقالت افتتاحية الصحيفة مدينة المسيح تشهد هذا العام نشاطا هاما يعكس التأكيد على المقاومة والتمسك بالأرض والحياة وكان ذلك من خلال إعادة زرع شجرة أطلق عليها اسم الحياة مقاومة في ساحة كنيسة المهد وهي شجرة زيتون تبلغ من العمر نحو ألفي عام اقتلعتها الجرافات الإسرائيلية مؤخرا من حقل في بلدة بيرعونة قرب بيت لحم لبناء جزء جديد من جدار الفصل العنصري وقد زين الفلسطينيون الشجرة التي عاصرت زمن السيد المسيح ببقايا القنابل الغازية والصوتية ومخلفات الرصاص الحي والمطاطي والتي استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين شجرة الحياة مقاومة ستكون هذا العام شاهدا واضحا على انتهاكات قوات الاحتلال التي تقتلع الأشجار وتهدم البيوت وتقتل الأطفال وتقيم الحواجز وتشيد جدار الفصل العنصري كما أنها شاهد على الصمود والمقاومة واستمرار الحياة رغم كل الصعوبات وعلى بعد كيلومترات من بيت لحم يحتفل المسيحيون في قطاع غزة بعيد ميلاد بأجواء من الحزن في ظل استمرار المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية من جهة والحصار الذي تفرضه إسرائيل ومصر على القطاع من جهة ثانية والانقسام السياسي من جهة ثالثة وما زال العديد من السكان في القطاع يعانون من الحرب الإسرائيلية وقد حرمت قوات الاحتلال المئات من مسيحيي القطاع من زيارة بيت لحم ولم تسمح سوى لجزء منهم المشاركة بالمراسم الدينية في المدينة وكما يتعذر على الفلسطينيين الوصول إلى كنيسة المهدي في بيت لحم فإنه من الأصعب محاولة الوصول إلى كنيسة القيامة في القدس ورغم ما يعاني منه الفلسطينيون تحت الاحتلال إلا أنهم يتضامنون مع ضحايا العنف والإرهاب في العالم الساعة السابعة مساء بتوقيت مدينة القدس من خلال إطفاء أنوار أشجار الميلاد فهل سيتذكر العالم المآسي التي يعيشها المواطنون في مسقط رأس المسيح؟ مشاهدنا ختاما نشاهد سويا مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم إذا أنا ألتقيكم في حلقة قادمة أتبككم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر